المترجم للقناة أمطال الخير لأمطال الخير وزراج في الصيف وشتال العام الجي ولكن بقول صراحة ما هي في القناة لا يوجد المنزل البرمترية والدل بطرف إشكالية كبيرة ونحن الآن بصدد لكي نتفادع هذه المشاكل الماضية التي لا تدوش في الوقتهم على الستاسيون ديسلمون أغادية كملاد أسفيه جديدة قريباً وهذا يظهر بيضاء ونحن نذهب إلى تزنيت ونحن نجد أحد البرمتر الجديد ونحن نذهب إلى دكوالة لكي يكون لديها حتى هي الإمكانيات على الأقل 21 ألف كترة تمك وكذلك الماء الكافي خاصة هنا تنصفها إن شاء الله لكي يكون الدخلة الدخلة ستبدأ تعمل ومع الأسف تعطينا فيها قليلاً في أحد العام المسؤولية الوزير حتى نعود إلى هذه الدخلة سأخذنا الوقت في هذا الـ 2024 في سيزان سيكون لنا ما يكون موجود فيها في عام 2025 في عام 2025 والدخلة ستعطينا ستعطينا ومعنا ستعطينا خمسة ألف كترة ستعطي الخضراء والفاكياء والماتشاء والعادة ومعنا لذلك الترانسفير والعادة والعادة ستعطينا جميعنا ما يمكننا ما يمكننا ما يمكننا ما يمكننا لكي نعبئ الإمكانيات الماء لأن يقول لكي دعونا الماء لكي نشرب لا نعرف كيف لكي نشرب لكي يأكل هذا يعني لم يكن تتمين الفلاحة ولم يكن المنتجات الفلاحة لكي كان في المحيط في المحيط بلد فلاحي الذي يستطيع لنا لم يكن يجب على رأسنا وهذا والأمن الغذائي وهذا السيدة الغذائية لهذا سنقوم بما يجب أن نقوم به في استثمارات في هذا وسيدنا الله ينصروا كيتبعوا وكيشوف هذا المرحل كلها ومتمنوا على الله أنه تكون أمطال خير في المستقبل ومتفائمين لأننا هناك شيئة إلا في الله عندهم المغال يستعدون وأساء الفدراسيون كلهم قلنا نحن أليزي نحن معكم سنستطمروا سنزيدوا سنزيدوا هذا بالنسبة شيء جد إسابي وكل واحد عنده معارضة والحكومة عنده أنه طمأن المواطن وتقول له أنه سيكون إن شاء الله لأي سنوات المقبلة تكون أحسن موسيقى موسيقى